اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الفجر يوم الاحد القمر رح ينتقل للدلو ورح يستمر فيه لغاية ظهر يوم الثلاثاء من ظهر يوم الثلاثاء رح ينتقل للحوت ورح يستمر فيه لغاية مساء يوم الخميس من مساء يوم الخميس القمر رح ينتقل للحمل ورح يستمر فيه لغاية ساعات صباح يوم الاحد تقريبا أما بالنسبة للأحداث اللي رح تصير خلال هذا الأسبوع في عنا كثير من الأحداث اللي رح تكون مفاجئة بشكل كبير يعني على المستوى السياسي إحنا بنحكي طبعا هذا بنعكس على الأشخاص في زوايا إيجابية كثيرة رح تتشكل خلال هذا الأسبوع بين الكواكب الكبيرة يعني بين عطارد بين الزهرة بين بلوتو ورانوس كلها زوايا تثليث أو تسديس يعني في زوايا قوية إيجابية خلال هذا الأسبوع ولكن هاي الزوايا تاثيرها رح يكون كبير بتحمل نوع من أنواع المفاجآت على المستوى السياسي لها علاقة بتطور كبير في منطقة الجزيرة العربية وبعض البلدان العربية فعشان هي الفترة هاي الأسبوع ممكن يمر متسارع بأحداث مذهلة لدرجة أنه ما تستوعب يعني ما تقدر تستوعب إيش اللي قاعد بصير إيش السرعة بالأحداث اللي قاعد بتصير خلال هذا الأسبوع أهم زاوية رح تكون هي زاوية تثليث اللي رح تكون هاي بين الشمس ورنوس رح تكون يوم اثنين تسعة طبعا تأثيرها رح يبدأ من بداية الأسبوع زاوية هاي يعني عشان بسطها الشمس لها علاقة بالقيادة بالجيش أو بالزعماء بالأملوك بالرؤساء بالحكومات بالسطوة بالسلطة ككل وبرضو أورانوس إله علاقة بالمفاجآت إله علاقة بالثورات بالانقلابات بالأشياء المفاجئة جدا وبما أنه أورانوس بتراجع ورح يعمل زاوية التثليث مع الشمس وهي رح تكون في مكان حساس جدا لوجودها معنات تتوقع مفاجآت على هذا المستوى إله يعني اجمع انت بين هاي وهاي بتطلع بالمفاجآت اللي رح تطلع لأني أنا ما رح أقدر أشرحها إلا في يومها رح نذكر إحنا إيش التأثير تاعها ولكن انت لحالك تخيل إيش اللي ممكن يصير من هاي الزاوية أما بالنسبة للزاوية الخطرة اللي إحنا بننبه منها هي زاوية التربيع بين الزهرة والمريخ رح تكون يوم أربعة تسعة هاي الزاوية طبعا الزهرة إله علاقة بالجمال إله علاقة بالعواطف إله علاقة بالحب إله علاقة بالغراميات إله علاقة بالنساء مع المريخ المريخ له علاقة بالجنس إله علاقة بالعنف إله علاقة بالتهجم إله علاقة بالنيران إله علاقة ب يعني حتى بالكلام الجارح وله علاقة بالاغتصاب فمعناته الأسبوع هذا رح يتركز على هاي المواضيع ولها علاقة بأشياء صادمة جدا جدا حتى على المستوى الفني وعلى مستوى الموسيقى أو على مستوى المطربين أو ممثلين أو أعمال فنية رح تكون مضحكة وصادمة ومذهلة في نفس اللحظة يمكن بلشت آثارها ولكن مع بداية الأسبوع لسا الآثار رح تكون أكبر اللي رح يصير أنه يوم خمسة تسعة اللي هو يوم السبت تقريبا بيجي انتقال عطارد اللي رح ينتقل من برج العذرة لبرج الميزان طبعا الأسبوع هذا ما رح نحكي عنه رح نحكي عنه إحنا في التوقعات اليومية بشكل مفصل والأسبوع الجاي رح نحكي عن أثار تنقلاته هاي أهم الأحداث خلينا نشوف إيش التوقعات بالنسبة لكل الأبراج بالتفصيل زي ما أنتم متعودين ونشوف فيه أحداث إيجابية كثير معناته فيه كواكب كثير رح تكون سعيدة والأحداث اللي السلبية رح نذكرها ونركز عليها خلال هذا الأسبوع خلينا نروح نشوف إيش توقعات لبرج الجوزاء طبعا أول إشي بنا نحكي عنه بنا نحكي عن الشمس بنا نحكي عنه وطارد الأسبوع هاد الإشي رح يتركز على مستوى البيت يعني أشياء إلها علاقة بوضع البيت بما أنهم اتنين الشمس وطارد موجودات في البيت الرابع له بيت البيت فعشان هيك الأمور إلها علاقة بالمنزل بالعائلة بمسائل إلها علاقة بتطوير وضع معين بالبيت بالعقارات بالأثاث بالديكور بالتصليحات بالترميمات بالمشتريات بتوطيد العلاقة مع العائلة أكثر الاهتمام بوضع عائلة معين أو حدث عائلة معين ممكن يظهر على الساحة خلال هذا الأسبوع يلفت انتباهك أو تكون انت عنصر فعال بالنسبة لهذا المكان أو لبيتك أو لعرينك بمعنى آخر أو مع أفراد العائلة ككل أما بالنسبة للبيت الثاني فهنا طبعا الزهرة بدأ تشكل زاوية تربيع مع المريخ وهذا يعني أشياء حساسة على المستوى المالي فهو بدفعك للمصاريف أو للتبذير أو لدخول في مشاريع معينة تكون فاشلة أو يعني بيظهر لك بعض المصاريف اللي بتيجي بشكل مفاجئ إما إلها علاقة بالبيت أو إلها علاقة بوضع صحي معين بشكل مفاجئ في منكو رح يهتم ببعض الكماليات أو مصاريف معينة بشكل يعني في تبذير بتكوين تنتبهوا وانتبهوا برضو من المحتالين والنصابين والناس اللي ممكن يستغلوكو لأجل الوضع المالي أما بالنسبة للمريخ طبعا في بيتك 11 وهو بيت الأصدقاء فهنا الموضوع بتعلق ما بينك وبين الأصدقاء في فكرة معينة أو مشروع أو رفقة على شيء معين فهذا بسبب لك نوع من أنواع التوتر أو القلق أو الحدية أو بتكتشف بعض الأصدقاء اللي بكونوا متخافين ورا صداقة وبيخذلوك وممكن إنهم يكونوا عقبة في طريقك أو يسيئوا لك بالفترة هاي حاول قدر الإمكان إنك تحذر وتنتبه وتبعد عن أي شيء له علاقة بالمشاحنات ممكن تغامر أو تجازف في شيء معين ما بينك وبين أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك الثامن طبعا اللي هو برج الجدي وبما إنه موجود عندنا المشتري وزحل وبلوتو وبتراجعوا ومشكلين زاوية حادة جدا برضو مع المريخ فعشان هيك بدك تنتبه على أموالك هي رجعنا للمال كمان مرة الأموال المشتركة ما تدخل في مشاريع بدون ما تدرسها بشكل جيد ما تغامر وبرضو بدك تتهيأ لبعض الأعطال اللي ممكن تيجي على موضوع العلاقة بسداد دين بقرض حقوق لا إلك بيكون صعب أنك تحصلها وبدك تنتبه على أموالك من السرقة والضياع أو من بعض الأشخاص اللي ممكن يستغلوك أو أي شيء له علاقة بالنصب أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة طبعا نبتون نبتون بتراجع ولكن ما بشكل هالعقبة الكبيرة ولكن بتراجعه هو سلبي بيجيب لك بعض الأفكار اللي إلها علاقة بمخالفة القوانين أو الأشياء المشبوهة أو رغبة بتجربة شيء معين طبعا مش كل موليد برج الجوزاء ولكن في منهم رح يميل مثلا تدخين أو مشروب أو حبوب أو تجربة شيء معين تعاطي أدوية نفسية أشياء من هذا النوع بتكونوا منتبهن لها برضو أشياء لها علاقة بالسمعة حاولوا قدر الإمكانكم ما تشوهوا سمعتكم ما تدخلوا بأشياء مشبوهة وما تجازفوه حتى بمكان وظيفتكم وعملكوا ما بتعاملكوا ما بينكم وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا أورانوس أورانوس بيجيب المفاجآت برضو بالأعطال خيبات الأمل الناس بتوعدك بأشياء وبتكسفك أو ما يعني بتتخلى عنك في آخر لحظة بتوهمك بأشياء وبعدين بتتخلى عنك برضو أشياء على مستوى العمل ممكن تظهر بعض المشاكل أو العقبات أو أعمال صعبة أو تجد صعوبة حتى في مكان عملة برضو على المستوى الصحي في من موليد الجوزاء بدهم ينتبهوا لصحتهم بشكل كبير من بعض التقلبات اللي بتيجي على الوضع الصحي لإلهم وخصوصا جهازك الهضمي المعدة القولون جهازك العصبي يعني هذولا بدك تنتبه منهم وشد العضل الأمور هاي برضو بدك تكون حذر منها أما بالنسبة للتوقعات الأسبوعية من ساعات مساء اليوم الخميس القمر موجود في الجدي حتى فجر يوم الأحد بتعيد تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب من شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية حاول أنك ما تتشبث بمواقف متصلبة حاول أنك تكون مرن ومبتسم ناقش بليوني ودبلوماسية تكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة يعني مش أنه بس أنك بدك تجادل ابدأ يومك بروح رياضية من فجر يوم الأحد القمر بصير موجود في الدلو حتى ظهر يوم الثلاثاء بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباءكم بوسعكم اجتياز امتحان ممكن تسافر أو توقع على عقد أو تروج لمواهبك واهتماماتك كون جريء وما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة بل اثبت طاقتك وجدارتك بالمواقع المتقدمة الفترة هاي بتحملك نوع من أنواع الانفراج وممكن يكون انفراج كبير من ظهر يوم الثلاثاء القمر بصير موجود في الحوت حتى مساء يوم الخميس فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل وبرضو بتنجحوا بتدعيم علاقتكم مع زملائكم أو رؤسائكم بالعمل هاي الفترة ممكن تلقي على عادك مسئولية صعبة وتعيش تجربة مهمة يتقرر بعدها مصير مسألة ما كون منتبه لكل شيء وما تترك الطيش أو السهو انهم يتسببوا بأخطاء لا تغتفر من مساء يوم الخميس القمر بصير موجود في الحمل حتى صباح يوم الأحد فبتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة ممكن يتعبر عن آراءك بحرية وجراءة ممكن تنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة بتسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون خصوصا ما بينك وبين الزملاء أو ما بينك وبين ما عرفك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر